في ليلة النصف من شعبان كن مع هؤلاء القوم قوم ازدادت محبة الله تعالى لهم فنذروا أنفسهم وأعمارهم وأوقاتهم في سبيل خدمة المسلمين وإيصال الخير لهم وكف الشر عنهم ينفسون الكروب عن المكروبين ويمسحون دموع الثكالى واليتامى والمحزونين فطوبى لهم ثم طوبى لهم ويا بشراهم عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا ولا أن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد يعني مسجد المدينة شهرا ومن كف غضبه سترى الله عورته ومن كف غضبه سترى الله عورته ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له ثبتا أثبت الله قدميه أثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام أثبت الله قدميه